اشتركوا في القناة اضطراد التقدم والتطور في ظل قيادة جلالته الحكيمة مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بالمملكة المغربية أعرب فيها سموه عن خلص تهنيه بهذه المناسبة الوطنية اشتركوا في القناة